الربط السككي بالعالم كله أعتقد والعالم كله يعرف الشاهدين أيضا يعرفون أنه بدأت العالم تتطور من خلال الربط السككي يعني أوروبا تطورت من خلال الربط السككي وكل دول العالم الصين الآن تسعى لربط الصين عن طريق طريق الحرير أيضا بالربط السككي وبالتالي الربط السككي هو شيء ليس مو صحيح وإنما يجب أن يكون العراق مربوط بشبكة من السكك ولكن هذا يجب أن يبنى على المصالح لكل بلد فالعراق عليه أن يفكر جليا قبل ربط السكك بأي دولة من دول الجوار يحسب اقتصاديا ومردود هذا السكة وأيضا مضار هذه السكة نحن مع إيران عدنا اتفاقية في 2019 موقعة لغرض ربط السكة بسيطة تمتد من الشلام عن طريق جسر يعبر شط العرب إلى البصرة بحدود 32 كيلو هذه اتفاقية موقعة ولكن اتفاقية غير منزمة ومع ذلك نحن الآن عدنا اتفاقية ثانية تم توقيعها ونحن بتفاوض بهذا الموضوع احنا الحقيقة ربط السككي مع دول الجوار ربطناه بميناء الفاو اذا اكمل ميناء الفاو واكملت سكة القطار اللي هي القناة الجافة اللي تربط ميناء الفاو عن طريق فيش خابر إلى تركيا وبالتالي هذا الربط الثانوي اللي راح يصير مع دول الجوار يجب أن يرتبط بهذا وهو بذلك الفوائد تدرس من قبل المختصين بذلك ما هي طبيعة الاتفاقية الثانية التي تشير اليها معالي الوزير مع الجارة ايران شنو هاي اتفاقية شنو طبيعتها مع ايران هناك اتفاقية اتفاقية حقيقة بوقع انه الآن التباحث هل يغتم ذلك عن طريق الاستثمار او عن طريق التشغيل المشترك شركة ايرانية محددتها الجهة يعني الجانب الايراني للقيام بهذه المهمة لحد الآن لم يتم اتفاق اليوم اعتقد عندنا وفد من ايران اتى للعراق لغرض التفاوض بهذا الموضوع التفاوض راح اذا كان عن طريق استثمار فيجب ان يذهب الى استثمار لاستحصال الموافقات واذا كان عن تشغيل المشترك او عن طريق يعني البناء بالقرض فهذا موضوع سيتم التفاوض بين الجانب الايراني والجانب الايراقي من قبل المختصين اللجانب الموجودة الآن اعتقد الوكيل وزير الايراني موجود بالعراق لغرض التفاوض بهذا الموضوع يعني انا هنا اريد اطلع كلمة التفاوض ما بين قوسيا يعني هنا الحكومة العراقية تستطيع ان تفرض شروطها على الطرف الاخر بان هو الذي يقوم وعلى نفقته الخاصة بمد شبكات السكك الحديدية هذا اولا وهل يمكن لكم انتم كوزارة او حكومة من استثمار هذه الفرصة بفرض شروط على هذه الدول بالمساهمة ببناء ميناء الفاو ممكن ان يحصل هذا لا احنا حقيقة التفاوض اللي راح يتم بالتأكيد راح يبنى على اسس ومصالح فبالتأكيد الجانب الايراني راح يفكر بمصالحها واحنا كعراق علينا ان نفكر بمصالح العراقية وما هي المردودات من هذا الربط وبالتالي حقيقة الآن سابق لأوانا انه نتكلم هل سيتم الربط من الجانب الايراني بكلفة تدفعها الجانب الايراني او هل يكون الربط بالاستثمار لعدد من السنين او هل يكون هناك تشغيل مشترك هذا حقيقة راح تبينها اللجنتين اللي ستبدأ اعمالها من اليوم حقيقة احنا عدنا بناء تحتية وقدرات لوجستية تمكن العراق من بناء منظومة عابرة لترانزيت معالي الوزير انا اقصد الترانزيت السككي عدنا هذه الامكانيات الآن الحقيقة بالنسبة للترانزيت والربط السككي احنا بالنسبة للسكك الحديد اللي تمتد من البصرة الى بغداد هذه حقيقة حدثناها من زمن طويل والآن حقيقة بدرجة جيدة الآن المشكلتنا هي تمتد من بغداد الى الموصل او الى ربيعة ثم بعد ذلك لا فيش خابور نحن الآن في صدد انه اعلان فرصة استثمارية مشروع متكامل يبدأ من الفاو ثم بعد ذلك البصرة ثم بغداد ثم بعد ذلك عن طريق ربيعة الى فيش خابور هذه الفرصة اعلننا عنها والاعلان ازيد من شهر الآن قدمت شركتين الشركة احداهم المانية والشركة الثانية شركة كار عراقية احنا في صدد الآن التحليل طلبنا منهم يقدمون العرضين التجاري والفني ثم بعد ذلك نحلل هذين العرضين وايضا هناك فرصة اخرى اذا لم يتم التوصل الى الاستثمار هذه بطريقة الاستثمار عندنا ايضا هناك شركات الآن تطلب التشغيل المشترك لانا حقيقة احنا شوي عانينا بموضوع الاستثمار لانه الشركات اللي تشتول او تحاول ان تعمل مراقب طريقة الاستثمار قليلة وما ما يعني احنا طلبنا من عدد من الشركات شركتين فقط قدمتنه فاذا ما صار هذا بطريقة الاستثمار راح نتوجه الى طريقة ثانية هو التشغيل المشترك اشتركوا في القناة